نروح لنادي الأهلي نشوف حبة كواليس كده من معسكر نادي الأهلي بعد كده ننتقل للقلعة المقابلة قارعة نادي الزمالك استعدادا لمباراة كأس السوبر نادي الأهلي بيختتم فريقه لكرة القدم استعداداته لخوض مباراة نادي الزمالك كأس السوبر انهائي طبعا أمام نادي الزمالك كان ميران قوي جدا النهاردة بالليل شهد محاضرة من مارسل كولر المدير الفني معه اللعيبة الميران بدأ بتجمع الجهاز الفني واللعيبة بقراءة صورة الفتحة قبل أن يقود أندرياس اندويا مخطط الأحمال فقرة بدنية قصيرة أعقبها الانتقال إلى الجانب الخططية التخصصية وكمان تأسيمة بالكرة تأسيمة قوية بمشاركة الجميع كابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي طبعا خاضر وبقوة في هذا المشهد بيطلب من لعيبة نادي الأهلي العودة إلى القاهرة بكأس السوبر المحلي ده العنوان تفاصيل الخبر بتقول أن كابتن الخطيب عقد جلسة مع الجهاز الفني ومع اللعيبة من أجل مطالبة الجميع بضرورة التركيز وبضرورة الفوز غدا على نادي الزمالك من أجل حصد اللقب المحلي المصادر داخل نادي الأهلي قالت أن الخطيب عقد أيضا جلسة منفردة مع الجهاز الفني ليه؟ علشان يحفزهم لحصد اللقب وكمان الأهم مصالحة جماهير القلعة الحمراء بعد خسارة كأس السوبر الإفريقي خبر مهم لجماهير كرة القدم الأهلوية وزم الكوية على حد سواء وسام أبو علي هيلعب ولا مش هيلعب بكرة؟ الخبر بيقول تأكدت جهزية وسام أبو علي مهاجم نادي الأهلي لقيادة هجوم الأهلي غدا أمام الزمالك في نهاية كأس السوبر المصري المصادر قالت لنا هنا في رقم عشرة أن وسام أبو علي شارك وبشكل كامل في الميران الختامي اليوم استعدادا لمواجهة بكرة حيث تأكدت جهزية اللاعب لقيادة هجوم الفريق وكمان المصادر أوضحت لنا أن وسام أبو علي حيقود هجوم الفريق غدا